بداية نهاية فكرة المنتج التقليدي زي ما احنا عنا عرفه من النهاردة كل شيء هيتغير والفيديو ده دليل ان كل اللي جاي بعد كده هيتغير تماما لان اللي هنتكلم عنه النهاردة مش مجرد اداة ولا مجرد نموذج ذكاء اصطناعي متطور احنا بنتكلم عن خطوة ضخمة جدا بتقربنا من مستقبل المنتج وصناعة الفيديو واللي كان يعتبر قبل كده مستحيل فاللي جاي بعد كده هيخليك تعمل مشاهد احترافية بعناصر ثابتة واخرق سينمائي مش مجرد فكرة في دماغك مناصة هيكسفيلد قدمت لنا محرك فيديو جديد اسمه كلينج او وان والنموذج ده مش مجرد نموذج عادي بيولد فيديو زي صورة 2 او فيو 3 لا ده معمول عشان يعدل على الفيديو نفسه وبرضه تقدر تولد من خلاله فيديوهات تقدر تبني لقاطات متصلة من صورة واحدة بس وبجود عالية جدا وواقعية ملهاش مثيل قبل كده ففي الفيديو ده هنختبر كيلينج او وان بشكل عملي وهنجرب نولد مشاهد من الصفر ونعدل لقاطات واقعية ونغير الاضاءة ونبني تسلسل سينمائي وكل ده باستخدام بروميت بسيط جدا فلو انت صانع محتوى او مخرج او مصمم او حتى مجرد فضول عندك لادوات الزكاة الاصطناعي استعد عشان تشوف بنفسك ازاي الزكاة الاصطناعي بقى يقدر يعدل على الفيديوهات بضغطة زر وبواقعية ملهاش مثيل قبل كده سلام عليكم انا احمد ودي قناة منوستة للمعلوميات لو قل مرات تتفرغ القناة بتاعتنا تأكد انك عمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا كل جديد وفي الفيديو بتاعنا نهاردة ان شاء الله هنتعرف على الادات كيلينج او وان ادت لنزلة لنزلة على موقع هيكس فيلد دوت اي اي وتقدر تنتهي لليه من الرابط اللي هستطيع لك في قصف الفيديو وامباشرة لشان تبدأ تستخدمها كل اللي عليك هتضغط على login او sign up لو انت ما عندكش اكاونت على هكس فيلد فانا هعمل login واسجل عن طريق جوجل ونرجع تاني على الواجهة وباختصار بيقولك كل اللي عليك ان انت ترفع اي حاجة انت عاوزها تقدر ترفع فيديو واحد وترفع reference يوصل لحد سبع صور بعد كده اكتب البرومت بشكل بسيط عادي جدا باللغة العادية بتاعتك من غير ما توصف حاجات كتيرة وهو هيقدر يفهمها ويطلع لك النتيجة بتاعتك في خلال لحظات خلا نبدأ نجربه ونرفع لنا فيديو هنا وتقدر ترفع فيديو من 3 الى 10 ثواني فانا معايا الفيديو ده لشاب بلعب تينيس وهنجرب عليه كده احنا رفعنا الفيديو تقدر ترفع اي خلفية انت عايزها او ترفع اي حاجة انت محتاجها وكمان هنا تثبت اعدادات الاوديو سيتنج سيبها مقفولة او مفتوحة طبعا لو انت سيبها مفتوحة يطلع لك نفس الفيديو بالضط لو قفلتها تقدر بقى تتحكم الفيديو وعايزه ابعاده ازاي وعايز الوقت بتاعه تكون ايه اقصى حاجة هي 10 ثواني لكن احنا هنسيب الاوديو سيتنج زي ما هي وطبعا هو بيستخدم model killing01 video edit نكتب هنا بعد كده البرومت وانت تقدر تختبره وتكتبله برومت سواء عايز تغير الخلفية او تغير اللاعب نفسه او تغير الحاجة اللي هو بيعملها تقدر تعمل كل ده من خلال البرومت اللي انت تكتبهوله فاحنا ممكن نجربه تجربة في تغيير المشهد الى وقت الغروب ونضغط على generate video وننتظر لحظات لحين انتهاء الفيديو وانتظر لحظات هتظهر لنا النتيجة وممكن نشغلها كده طبعا هو نفس الشاب ونفس كل حاجة ولكن نغير اللضاءات خلاها تظهر وكأنها فوقت الغروب خلاها ممكن نجرب عليه اختبار تاني ان هو يعمل او ضبابية ونضغط على generate video وخليني كمان ادي له امر تاني في فيديو تاني مستقل ان هو يغير لي ملابس الشاب ده وينخلها لي ملابس مثلا بلونها اسود رياضية واضغط على generate video ويرعيكو لما احنا نخليه مثلا بلعب في ملعب تنس ووراه مشجعين او جماهير ونضغط على generate video وتعالوا نعمل تحويل كامل للمشهد ان احنا نخليه بلعب في مكان رياضي ولابس يدوم سوداء ونعمل كل التأثيرات اللي احنا عملناها دي كلها ولكن في فيديو واحد ونضغط على generate ودي النتائج اللي اطلعت لنا بعد ما عملنا الفيديوهات دي كلها دلوقتي جات لحظة ان احنا نقدر نرفع له اي حاجة هنا ونضيف صور او اي elements انت عايزها للفيديو عشان يضيفها لك داخل الفيديو اللي انت عايز تعدله فانا مثلا هستبدل الشخصية اللي ظهرة في الفيديو ده بشخصية ثور من مارفل واخد الصورة وارفعها هنا بالشكل ده واطلب منه دلوقتي انه هو يستبدل الشخصية اللي بتظهر في الفيديو الى الشخصية اللي ظهرة في الصورة واكتب له البروميت بالشكل ده واضغط بعدك هلو نجرب نستبدله بشخصية لوفي وكمان ممكن نحط لوفي وورا منه الاهرامات وابقا احنا كده عملنا ميكس بين حاجات كثيرة مختلفة ودي النتيجة خليها نزيل كل العناصر دي ونجرب على فيديو تاني مختلف وهو الفيديو ده لشاب بلعب دي جي ونشوف النتائج هتكون عاملة ازاي خليها نحزف الفيديو ده ونرفع الفيديو التاني مرة تانية وخليها نطلب منه المرة دي ان احنا نغير لبس الشخصية نفسها بلبس صورة معانا يعني احنا معانا صورة مثلا لبس السوبرمان هنرفعه له ونقول له خلي الشخصية دي ترتدي لبس السوبرمان ونشوف هيقدر يعمل كده فعلا ولا لا ونضغط على جينريت فيديو خليها نعقد البروميت اكتر ونقول له خلي خلفية الفيديو تكون الاهرامات ونضغط بعد كده على جينريت يعني احنا دلوقتي عايزين الشخص ده يظهر الله بسدوم سوبرمان كمان يظهر ورمنه الاهرامات وزي ما شفنا دلوقتي قوة كيلنج او وان ادت في تعديل الفيديو وتغيير اي حاجة فيه كمان في نسخة منه تانية متاحة للصور بس تقدر استخدمها في تعديل الصور وتغير اي حاجة في الصور انت عايزها وكمان تستخدمها في انشاء صور حقيقية مع تعديلات وهو يعتبر منافس قوي جدا لانه بانانا تقدر استخدمه في انشاء اي حاجة انت عايزها مجرد ما ترفع له الصورة وتطلب منه التعديل اللي انت محتاجه وكمان برضو هو امتاح على منصة hexfield.ai وتقدر استخدمه بشكل unlimited وده بحالة ان انت اشتركت في خطة unlimited المتاحة على hexfield تقدر تحصل على سنة كاملة من استخدام غير محدود لنانو بنانا وفلاكس 2 وكلنج 01 في حالة ان انت اشتركت في الخطة الصنوية الخاصة بيهم اللي عاملين عليها خصومات كتيرة جدا يقل black friday وفي النهاية سيب لك رابط المنصة في وصف الفيديو تقدر تنتيل اليه مباشرة وما تنساش تتابعنا عشان تشوف احدث نمازك الزكاة الاصطناعي واقوى العروض من ادوات الزكاة الاصطناعي كان معك احمد من قناة منستر المعلوميات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر المعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة